اشتركوا في القناة 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 بس هاي اللعبة اعتقد شوية معقدة زيادة فيها لانه في شي اسمه في شي اسمه اللي هي انه بيتبخر المي لما انت تحطه على النار يعني عاجقينها زيادة عن نزوم اه بس اه الويبنز متل ما كنت عم قول انا الويبنز حلو اذا بتشوفوا اللي اعطوني اياها قبل شوي هاي اه لما تعمل ويطلع لك شغلات بيعطوك شغلة من الشغلتين يا اما اه ستار لايت يا اما ستار لايت اللي انتو شفتوه قبل شوي هاي هدول شايفيهن اه ماسترلس يا اما ماسترلس ستار لايت يا اما ماسترلس قليتر اه طبعا هلا حاورجيكم انا اه هدول الماسترلس مدري شو الماسترلس التانية شو بتعملوا فييون اه هدول مبدئيا كل ما تعملوا سمن او سحب بيعطوكم هدول الشغلات اللي هنه الماسترلس هدول فيكم تستخدموهن حتى تشترو تيكتز لتعملوا اكتر يا اما فيكم تستخدموهن لتعملوا اه اكسجينج هو فيه متل اكسجينج شوب الهم اه بتقدروا استخدموهن انا حاليا عم حاول اني بدل الشخصيات تبعي لاني عم بجرب العب بكل الشخصيات مشان نشوف شو هني افضل شخصيات بس انا بصراحة كانت ليسة كتير عاجبتني اه في اه الهيط تبعا النار اللي تحت متر شو كان اسمه اه كمان كان اه كمان عاجبتني بدي بدلها مع النار اللي عندي مشان يكون عندي انا تقريبا شوفوا انا عم حاول اني خلي معي اه من كل العناصر ما عم خلي معي من عنصر واحد نوع شخصيتين اه عم حاول اني خلي من كل عنصر شخصية لانه اه بعض الاحيان بتحتاج العناصر لحتى اه تقتل او تقتل اسرع وبيكون انه في تأثير عليهم هلا انا هون بدي بدل الويبن طلعنا ارب فور ستار ويبن فبدنا نبدله بالويبن هاي اللي هي الاصلية بدي شو كان اسمه فيكم تعملوا انهانس للويبن وفيكم تعملوا الويبن اللعبة هاي هلا شايفين هدول البنفسجيات اللي عندي هدول ازا شفتوا قبل شوي لما عموارجيكم لما تخلصوا المهمات اليومية والمهمات القصة بيعطوكم منه هدول الشغلات غير هيك فيكم تروحوا لعند الحداد اللي هو الريفاينري مو الريفاينري سوري اه شو كان اسموه بلاك سميث بتروحوا فيكم عن البلاك سميث بتخلوه يسوي لكم هدول الاصاص بسموه اوري اعتقد ما يمتاكل اوري ولا ولا شي تاني المهم هلا انا حاليا عم نشوف الارتيفاكتس تبعاتها اللي هو مثل الارتيفاكتس الارتيفاكتس هو الگير في عندهم ست بونس انا لسه ما شفت كل الانواع ست بونس فمشان هيك ما كتير لسه متأكد من الموضوع بس الارتيفاكتس متأكد مية بالمية انه في عندهم ست بونس طبعا هلا التالنت اللي انا كتعم ورجيكم مياها قبل شوي هي ما بتفتح انت الشخصية الا لما انت تعملها لهي الشخصية السند هو شو هو بعد ما انت تمكس الشخصية لعشرين او بتحتاج تعملها السند مشان ترفعها فوق العشرين يعني انه مثل كيف عالنا بالسفن ديدلي سينز السند هو نفس المبدأ استغفر الله سوري يا فعين من النوم صلي شوي طبعا طبعا متل ما قالت للكم في اللعبة السوري الشخصية تبعك الباور او القوة تبعك الشخصية تبعك بيعتمد على اكتر من عامل بهاي اللعبة على حسب ما انا فهمت اه طبعا ان شاء الله رح اشرح نظام نظام القوة كله اه بفيديو مختصر فيديو كامل فقط على النظام القوة باللعبة وكيف اه بتشتغل على القوة تبعك كيف تطور شخصياتك وشو البلدات والستات رح حاول قد ما فيني اني جمع معلومات مشان اه اعطي هاي المعلومة اه سوري اعمل هاد الفيديو بيكون فيديو مفيد وما في اخطاء كتير هلا انا بقلكم اه احتمال كبير انا في شغلات باللعبة هاي اه متعلمها غلط لسة او لساتني ما كتير كتير اخدت عليها لانه بصراحة انا اللعبة القديمة اللي هي هون انا ملعبانها ابدا اه فما كتير اني عندي خبرة بشكل عام بهاي اللعبة بس على فكر انا حتى نفس الشي يعني لما بلشت اللعبة انا ما كتبعرف اي شي باللعبة الجير والقصص بس اه يعني بشكل عام هاي النوع من الالعاب بيكونوا مشابهة لبعضها من هاي الناحية انه في عندك جير في عندك هاي القصص بي هاي بيتغير المصطلح احيانا بس الكنسبت تبعون نفس الشي يعني المبدأ نفسه هاد عنده جير هاد بسموه هون مثلا ارتفاكت هنيك برايكون هنا هنيك كوزميتك هون اعتقد هذا كله نفس الشي بس هلأ انا خليني بما انه فتحت عليها لهي خليني وارجيكم هذا الشوب هذا انا ممكن قلت عملكم شايفين فوق وعاليمين طبعا فيكم انتم تبدلوهم على شخصيات فيكم تبدلوهم على انا هون معي خمسمائة وخمسة وعشرين ستار داست يعني هلا انا فيني اشتري من هدول اه اللي هنه تبع المالتي على فينتي اعتقد فيني اشتري منهم اربعة وانا معي اردي ستة فهذا الشي بيعطيني مالتي بما انه انتو بتنبسطوا على فيديوهات السامنينج فخلينا نعمل السامن على على هاي البانر اللي تحت نجرب حزنه انا كان المفروض اعتقد اني روح اشتري من تبعات فينتي انا غلطان كان نازم روح اشتري من تبعات فينتي بس خلينا نشوف حزنه هون سلينك شوت شوفوا هلا هدا كلو عم يعطيني ماسرلس ستار داست هاد على اليمين شايفينو هدا بتجمع معك يعني متل ريسايكل فيك تقول انا هلا اشتريت واحدة بمية وخمسة وعشرين اه كل ستة بقدر اشتري واحدة اعتقد كل يعني كل مالتي تقريبة بتعطيني واحد او اتنين رايزر فور ستار ممتاز جدا جدا عفكرة اه رايزر واحد من الطوب اه دي بي اس باللعبة انا عامل سيرش على الموضوع اه وشايف اه رايزر كتير كتير قوي وبعدين هدا اعتقد نوعه الالكترو الالكترو جدا ممتاز انا انا كتير مبسط على الالكترو بس احتى نشوفوا الرسم تبع الشخصيات الرسم تبع اللعبة جدا جدا سفاح اه انا ان شاء الله ان شاء الله قريبا رح اشتري بي سي اه رح صير اللعبة على البي سي اه اعتقد جمالية اللعبة بتزيد يعني مية وثمانين درجة لما تكون تعمل تلعب على البي سي فا يعني اه اللي بيقدر يلعب على البي سي بس هي الفكرة باللعبة انه انت بتحتاج للبي سي يعني البي سي تبعك لازم يكون كتير قوي ما حتى تقدر وانا ما كان عندي بي سي ابدا فبدي اشتري واحد ان شاء الله لانه اللعب على الموبايل فوق اللعب على الموبايل جدا جميل بس على البي سي اعتقد رح يكون احلى الكنترول رح يكون اسفل والشاشة رح تكون اكبر الدنيك لات رح تكون احلى اه سوري اه اعتقد هلا انا يعني انا عم حاول بصراحة عندما فين اني انا بالفيديو اه اشرح فيه كل شي تعلمته بلى بس الفكرة انه اللعب فيها كتير كتير شغلات وكتير جتير تفاصيل وانا ما بحب لما اعطي المعلومة ما بحب اكون هنا مو متكد من المعلومة او بحب بيعود كلمعلومة غلط لانه في ناس كتير مني بتابعوني بيكونوا ما بيعرفوا هاي المعلومة بيجووا لعندي بيمشوا على المعلومات اللي انا بيعطيين فمشان هيك انا احب دائما المعلومة اللي اعطيكم بتأكد منها مية بالمية قبل ما اعملها او قبل ما احكيها اه فمتل ما شايفين انتو هلا انا عم حاول حط له جير لريزر اه اللي هو الجير اللي هو متل ما اتلكم ارتيفاكت طبعا ارتيفاكت ازا بتشوفوا على اليمين حاطين شغل اسمه لكي دوغ هادا هو البيرس سيت اه لسه ما كتير صقفت عن عن البيرس سيت بصراحة فما فيني لكم اه بالتأكيد شو هي الشغلات او الفوائد اللي انتو ممكن تاخدوها منهم بس ان شاء الله ان شاء الله بالمستقبل اه يعني هالاسبوع بازن الله رح اكون خلصت الاساسيات تبع اللابة والشغلات اللي انتو كلها بتحتاجوها وحضل دائما نزل فيديوهات هون وعلى فللي مو مشترك معي بالقناة ياريت تشترك مشان سواء كنت مشان او مشان بازن الله حتلاقي كل شي على هي القناة ان شاء الله ولا تنسوا تفعلوا الجرس تبع التنبيهات لانه في ناس ما بتوصلون التنبيهات اذا مون فعلين الجرس وعملوا لايك على الفيديو مشان يوصل الاكبر عدد ممكن ان شاء الله انا حكون يعني انا وعباد من الوحيدين اللي منزل شرح اللعب بالعربي ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة